بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين، هويتي وشعاري، كرامتنا المهدوية من محافظة النجف، من فتاة تعلق قلبها بصاحب الزمان، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. تقول صراحة كرهت حياتي وكرهت نفسي، لماذا؟ لأني قد تزوجت وسبع سنوات لم أنجب طفلاً، ومن جانب آخر أنا خريجت جامعة وعاطلة عن العمل، ومن جانب آخر هو كثرة الانتقادات وكلام التجريح من قبل أهل زوجي، حتى كرهت نفسي وكرهت حياتي، وبدأت أعلم بأن حياتي لا جدوى منها مطلقاً، زوجي يتأخر عن البيت لأنه مهموم، وصابر بأن ليس لدينا أطفال، وأغضب سريعاً، وهو كذلك يغضب شجار 24 ساعة فيما بيننا خلافات إلى غير ذلك. نحن يتحمل أحدنا الآخر اضطراراً وجبراً إلى غير ذلك، كنت أتألم من هذه الأجواء جميعاً، وفي يوم من الأيام وأنا في حرم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، رأيت مجموعة من النساء يقرأن دعاء الفرج، فقلت لإحداهن لدي مشكلة وهي كذا وكذا لأن قلبي قد اطمأن لها لملامحها الإيمانية، فقالت ما عليك إلا أن تتوسلي بصاحب الزمان عليه السلام، قولي مئة مرة يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، وكلما كررتيها أكثر إن شاء الله يأتي العون والفرج من صاحب الزمان أسرع إن شاء الله. تقول أنا صراحة أصبح هذا تسبيحي اليومي، يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، لا أعرف كم أصل بالعدد، ولكن أصبح لساني لهجاً بهذه الاستغاثة. مرت على هذه الاستغاثة خمسة أيام، وفي الليلة السادسة رأيت في عالم الرؤية، وكأن هناك أحد يشير إلي بيده، وقال ذاك بستان فيه صاحب الزمان سلام الله عليه، فتقول لم أتمالك نفسي من الفرحة، وذهبت وأنا مهرولة إلى البستان، وعندما دخلت شممت رائحة الطيب، رائحة ليست من روائح الدنيا، وعلمت في عالم الرؤية وكأنها من روائح الآخرة، المسك والعنبر، ورأيت صاحب الزمان عليه السلام يصلي، فاقتديت به في الصلاة، فصليت ركعتين خلفه، وبعد انتهاء الصلاة رفع يديه بالدعاء، وشعرت بأنه يدعو لي، جلست من النوم وأنا فارحة ومسرورة، وذهبت إلى حرم الإمام عليه السلام لأني أعرف امرأة تفسر الأحلام، فأخبرتها، فقالت رؤية صاحب الزمان عليه السلام في كل الأحوال، هو استجابة لدعائك وتفريج لهمك، والصلاة خلفه، فإذا لديك دعوة مجابة، وصلاتك مقبولة، والبستان هو سوف يكون تغيير حياتك بالكامل، وسبحان الله، ما مر علي شهران، إلا وحملت بحمد الله عز وجل، وبعد إن جاب الطفل بحمد الله عز وجل، حصلت على وظيفة، وظيفة قريبة على بيتنا، وبحمد الله قطعت جميع الألسن، وبدأ لا يتكلمون عننا إلا بالخير، وعشنا بحمد الله عز وجل أنا وزوجي وما زلنا نعيش تحت بركاتي وخيرات الله عز وجل، وصاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، ترجمة نانسي قنقر